بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتنا. حرصتي اليوم موجهة للتلاميذ الثانية ابتدائي. لدينا في هذه الحصة تقويم في مد постоال رياضيه السنة الثانية. نبدأ بتتمرين الأول. أكمل العمليات التالية. هنا لدينا مجموعة من العمليات. عملية الجام و عملية الطرح. نبدأ بالعمليات أولى. هنا لدينا مجموعة عددين لكتن عددين دو رقم الواحد ورقم الوحدان. هناك عدة طرق لحساب هذه الأمريات طرق إما بالأصابع أو بالخشيبات هنا نقوم بطريقة الخشيبات هنا لدي ثلاثة زائد أربعة نترك ثلاثة كما هي ونضيف لها أربعة خشيبات نصوم أربعة خشيبات ونبدأ العدد عندما نبدأ العدد نبدأ العدد بالعدد ثم نكمل العدد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة والنتيجة سبعة التالي الثاني لدي ثلاثة زائد اثنان ثلاثة اضافة لار a2 خشيبات نرتك في العدد سب size ثتمtrans 보내ING 8 9 والنتيجة 9 هنا لدينا عملية الطرح 10 ناقص صف أي عدد نطرح منه هو الصفر فهو تلك العدد أي 10 ناقص صف تساوي 10 أو نقوم بعملية الطرح عادي 10 ناقص صف هنا 10 وحدات نضعها تحت الوحدات تحت الوحدات العشرة صف ناقص صف تساوي الصف 1 ناقص لا شيء تعطينا 1 والنتيجة 10 هنا لدينا 4 ناقص 1 هنا في هذه العملية كيف أجد الحل هنا 4 أمثلها بالخشيبات أربعة أمثلها بالخشيبات ناقص واحد أي طرحنا من الأربعة واحد أي طرحنا من أربعة خشيبات واحد أي نقصنا واحد ماذا أفعل هنا أمثل الخشيبة التي حدفتها بحي أضعها في حي الخشيبة التي حدفتها أضعها في حي وأحسب ما تبقى لي من الخشيبات واحد اثنان ثلاثة في الأول كان لدي أربعة خشيبات حدفت الواحد وعندما أعود أعود ما تبقى لي من الخشيبات أي الخشيبات التي هم خارج الحي أكتب ثلاثة وهذه هي طريقة لحساب مجموع وطرح عددين هي طريقة سهلة وبسيطة بالنسبة للتناميد السنة الثانية ابتدائي التمرين الثاني أكمل الشريط العددي هنا لدي شريط عددي به عدد يبدأ بالسفر المطلوب مني ما هو العدد الذي يأتي بعد السفر إلى غاية ثمانية وما هو العدد الذي يأتي بعد الثمانية إلى غاية نهاية الشريط هنا نعلم أن الشريط العددي به أعداد وكل عدد الذي يليه نضيف له الواحد كل العدد الذي يليه في الشريط العددي نضيف له الواحد مثلا هنا عندنا السفر عندما ننتقل إلى الخان الموالية نضيف الواحد أي سفر واحد وهنا عندما ننتقل إلى الخان الموالية نضيف الواحد إلى الواحد أي واحد زائد واحد اثناني عندما ننتقل من خان إلى خان دائما نضيف الواحد اثناني زائد واحد ثلاثة ثلاثة زائد واحد أربعة أربعة زائد واحد خمسة خمسة زائد واحد ستة ثمانية زائد واحد تسعة تسعة زائد واحد عشر عمر إلى التمرين الثالث أكمل الأعداد بالحروف هنا لدي مجموعة من الأعداد مكتوبة بالأرقام ما على التلمين إلا أن يحولها بالحروف هنا لدي خمسة رقم الوحدات أكتبها بالحروف خمسة لدي عشرة عشرة هو دور رقمين وحدات وعشرات أكتب عشرة بالحروف هنا لدي خمسة عشر عدد رقمين رقم وحدته خمسة وعشراته الواحد هنا عندما أكتبه أحول هذا العدد خمسة عشر بالحروف فأبدأ القراءة من اليمين وأبدأ الكتابة بحرق الوحدات أي خمسة ثم تليها العشرة أي خمسة خمسة عشر ثم يليه رقم العشرات هنا لدي واحد عشرات يعني عشرة والنتيجة خمسة عشر هنا لدي الرقم عشرون أكتبه بالحروف عشرون هنا التمرين الرابع لون بالأحمر المثلت وبالأخضر المربع وبالأصفر الضائرة هنا ما على التلالة للتلمين إلا أن يلون ما هو المطلوب منه المثلت بالأحمر والمربع بالأخضر والضائرة بالأصفر ما يبقى له إلا المستطيل بدون تلوين وهكذا ليفرق التلمين ما بين الأشكال المثلت والمربع والضائرة والمستطيل الثمانين الرابع هنا لدي الوضعية الإدماجية تمنيكو مريم عشر كوريان زادتها أختها أربع كوريان كم أصبحت تمنيكو مريم السؤال هنا كم أصبحت تمنيكو مريم أي ماذا يعني أي فيما قبل كان لديها كم كان لديها كان لديها عشر كوريان ثم عندما زادت لها أختها أربعة كوريان كم أصبحت عندها أي هنا لدينا عملية الجمع عندما نراحد أن الكلمة زادتها أي أضافت لها وهنا لدينا عملية الجمع أي فيما قبل كان لديها عشرة وبعدها أصبح عندها عندما أصبح عندها هنا نستعمل عملية الجمع أي زادتها أختها وعندما زادت أختها أصبح عندها كم أصبح عندها هو مجموع كل الكوريان عشرة زائد أربعة وهنا في في البطاقة هذه نكتب العملية عشرة زائد أربعة عشرة زائد أربعة تساوي نقوم بالعملية ب عملية الجمع عموديا الوحدات تحت الوحدات والعشرة تحت العشرات هنا وحدات العشرة هو الصف ووحدات الأربعة هو أربعة وحدات تحت الوحدات ونقوم بالعملية الصف الصف زائد أربعة تساوي أربعة وواحد زائد لا شيء تساوي واحد بما أن الأربعة لا يوجد عنده عشرات فإن إما أن نقول لا شيء أو الصف والنتيجة أربعة عشر إذن أربعة عشر زائد أربعة تساوي أربعة عشر كورية وهنا تملك مليم أربعة عشر كوريات والله لكم بالتوفيق والنجاح أربعة 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 تساوي تساوي